الأستاذ نوبي أبو اللوز أمين عام نقابة الفلاحين خلوني كمان في المؤتمر في الافتتاحات مبارح خلال الافتتاحات كمان طبعا الرئيس اتكلم على حاجات ليه علاقة بالإنجازات واللي اتعامل ايه واللي احنا التركيز كان مبارح بقى مش في اللي اتعامل التركيز كان مبارح في اللي ان شاء الله بإذن الله حيتعمل وده شيء طبيعي جدا الخطط نفسها لأنه أغلبها خلاص اترامى فيها حجر الأساس وبدأنا فيها اتعمل لها الستاديز بتاعتها أو الدراسات بتاعتها وخلاص احنا بدين بنشتغل فيها في مجموعة من الوزراء الحقيقة حنحاول تباعا نقول كده كل وزير كل وزارة بتفكر في ايه ونوية تعمل ايه يعني عندي مجموعة من الوزراء استعرضوا المشروعات التنموية اللي في الصعيد وكلام كله كان بالتركيز مبارح على الصعيد على صعيد مصر الاسكان تكلم الصحة تكلم لكن النقل كمان الحقيقة كان فيه تصريحات مهمة جدا الدكتور هشام عرفات وزير النقل مبارح خلال الستعراض ده تكلم على ما تم بالفعل تحقيقه في الصعيد في مجال النقل قال ان الوزارة عندها أو بتشتغل وفقا لثمن استراتيجيات رئيسية لانشاء منظومة جديدة للطرق في الصعيد لخدمة التطور الصناعي فانت هنا بتفتح مجالات جديدة انت هنا بتفتح طبعا اي مشروع اي مشروع اي ان كان نوع ايه يعني فرص عمل على طول ويعني تقليل بطالة وتوفير فرص عمل ده رقم واحد رقم اتنين عندك تطور صناعي فده اكيد هيسهل الحركات ويسهل الخدمة وتبادل التجارة والصناعة رقم تلاتة وبالنسبالي يمكن ده عامل نفسي لكن انا ممكن اشوفه يعني كمواطنة واشرف انه جزوري من الصعيد فيعني اقدر افهم انه كلنا بنبص للحتة دي ربما ابرز عامل هنا العامل النفسي والرسالة النفسية اللي انا بقولها لأهالي الصعيد بقولهم احنا مش نسينكو الدولة مش نسياكو مصر ممكن بقى تأخرنا شوية لكن مش معنا كده ان انتم منسين خلونا نتكلم ونسأل ايه حجم الاجمالي لاستثمارات مشروعات النقل اللي في صعيد مصر في الفترة اللي فاتت دير تعامل قد ايه بنتكلم على مشروعات سكة حديد قد ايه بنتكلم على طرق وكباري قد ايه فيه تفاصيل كتير الحقيقة محتاجين نسأل عنها واعتقد انه خير من يحدثنا عنها معالي الوزير الدكتور هشام عرفات ووزير النقل اهلا بحضرتك معالي وزير اهلا يا فندم صباح الخير صباح النور يا فندم عليك وما تم استعراضه بالامس شيء مشرف جدا لانه ما فيهوش باب للمبالغة ولا المزايدة ده هو ارقام واحد زائد واحد يساوي اتنين فاحنا مبارح قلنا احنا بالفعل بنعمل ايه الاستراتيجية يا فندم اللي فيها تمن محاور او التمن استراتيجيات اللي حاركت مبارح اشارت لها يعني دعمتها ايه بالزبط بترمز الى ايه بالزبط ليل عمل في تطوير وتنمية الصعيد منظومة النقل في الصعيد بسم الله الرحمن الرحيم يعني زي ما حالك بتقولي الارقام عمرها متكذف لان الهندسة مبنية اساسا على ارقام الحاجة التانية احنا منكون احنا بنتكلم على محاور او استراتيجيات معينة واهداف فاحنا عندنا حوالي ثم تمن اهداف بنحاول نوصل لها اللي هي نمر واحد اللي احنا بنلبي الطلب على النقل لان النقل في الاخر مبارح عن عرض وطلب لو العرض كتير لو العرض كتير والطلب قليل فاحنا دي استثمارات بنرميها في الهواء صحيح كنا بلها الغنية ومن ضيع في الوسط اما لو كان الطلب كتير جدا والعرض قليل فده اللي بيعمل عدم اتدان وبيعمل الزحمة اللي انتي حديثك بان كنا بنعني منها بفترة طويلة وانهيار مستوى الخدمة فلازم ان يكون العرض دايما متوازن مع الطلب فاحنا دوننا كوزارة النقل احنا بنشوف بندرس الطلب على النقل كويس وبنحط الخطط المفروض اللي هي توميس اللي ده معاندي ده هو او اللي احنا نرد الطلب ده هو فيه بوضوع شديد جدا وعلى فترات زمنية معينة وابس ضفقات مالية مناسبة فده اللي احنا عملناه وده اللي البلد الحمد لله نجحت انها تعمله اللي كان الاهم شيء اللي انتي بتبصي على خطط تنموية كبيرة اللي الدولة شغالة عليها عشان تحددي الطلب على النقل علي اللي هي خطط التنمية في الصعيد دي بتتركز في تلات خطط تنمية رئيسية اعلنت في الفين واربعتاشر اللي هو واحد البليورو نصف فدان اتنين خطط الموديل الجديدة اللي احنا البلد بتعملها دلوقتي يمكن معلو تيد الاسكان بارح اتكلم عليها باستفادة ثلاثة خطط التنمية الصناعية اللي اتكلم عليها برضو معلو تيد الزجارة والصناع فالكلام ده هو ده كله لازم النقل بقى يبقى له دول ان هو اللي هيبقى مسؤول عن نقل الافراد ونقل البضايع ان الناس برضو بستعبت انسى موضوع نقل البضايع نقل البضايع ده هو تحنا نفعل دلوقتي نقل السك الحديد والنقل للنهل فعلا مش كلام نظري وده كان الهدف في فندم اللي احنا بقىنا سنوات بنتكلم عليه لانه الطريقة الامثل اعتقد في العالم كله لنقل البضايع بتكون مفروض طبعا عن طريق السك الحديد وليس عن طريق النقل لتعربات النقل اللي بتمشي في الشارع واللي بتسبب بوزء كبير من المشكلة والحوادث تمام بس هو ده احنا عندنا هنا بقى في مصر حقيقة يعني الآية تغيرت بقالها اكتر من 35 سنة صحيح بسبب بسبب منظومة اسمها منظومة الدعم الدعم على السطولر او الوقود فاحنا كده دعمنا الاسفلت على حساب الوكنبالح وضحتها الكلام تب وضحته وكانت مهمة دي جدا يعني انا كنت مصر جدا للناس يعني ليه نظريين او اكاديبيين في الكلام يعني احنا النهاردة لازم نكون نحوط مشاكلنا كلها بوضوح شديد جدا احنا عندنا اللي خلى الناس تبعد عن السك الحديد ونقل النهارية منظومة الدعم لان السك الحديد ونقل النهارية مش منظومة نقل من الباب للباب هي نقل لازم بيقوم في وسيطة وسائط اخرى يعني ما هياش من سميان يعني ما هياش فروم دور تدور فكان لازم ان احنا يعني الخطط الكلام ده لازم تتماشى معه تخفيض الدعم شوية بحيث ان الاقتصاد يشتغل في مجال نقل السك الحديد ونقل وحنا عشان اعادنا سنوات طويلة جدا ربما عشرات السنوات مخفضت ناشط دعم ده فلما جينا في الفترة الاخيرة دي نتكلم على كلمة تخفيض دعم الناس كانت مش فاهمة ففي حالة فانيك حصلت عند سير السنوين بارح تتكلم كلام جميل جدا جدا وهي يعني اما قال ان هي يعني الدعم في حد جاته الناس كلها بتدعم في العالم حتى امريكا بس اهم حاجة توجيه الدعم من اتجاز بقى النهاردة لما انا اكون مدعم السولر ومدعم البنزين عن الإطلاق يبقى كده معناته انا بدعم الجاني سحيح هو دعم شركات نقل بطايع ضخمة هو كان ابرز مثال كنا دايما نقوله يا معالي الوزير اكيد حركة عارفوا انه مش معقولة ابقى بادعم مثلا على سبيل المثال المية مش معقولة ابقى بادعم اللي قاعد في منطقة يعني يعني محدودة المستوى جدا بنفس القدر اللي بادعم به مثلا الراجل اللي عايز مية عشان يملأ حمام السباحة اللي في الفيلا عنده يعني المنطقة يعني ابتدت تشتغل صحة قوي 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 في الكلام ده هوت وبشفافية ووضوح وهو شديد جدا لان فعلا مش هنقدر نستمر بهذا الشك احنا من ساعة ما تم تخفيد الدعم بقى شوية على الصلاة اللي هو برضو بزال موضع ابتدى الاقتصاد يشتغل في مجال النقل النهري ومجال السكر حتى فاحنا عندنا دلوقتي لازم يعني نكون جاهزين لهذا فاحنا بنجهز البنى الأساسية عشان اللي هي هميلة بقى لها 35 سنة عشان تقبل بقى نقل البضايع اللي هي اتجهت حاليا دلوقتي مؤخرا إلى البكة الحديد والنقل النهر احنا بلا شرحنا نقل النهر ازاي بنجهز البنى الأساسية اللي احنا بنجهز خرايط دلوقتي إلكترونية بنعمل نظام اسمه نظام تتبع للوحدات المراحة النهرية ان شاء الله البرشاط اللي هتنقى البضايع الوحدات السياحية وتفعل امتى ان شاء الله يا سيدة الوزير هننتهي من هذا المشروع الضموح جدا آخر السنة دي أو أول السنة الجاية احنا بنحط أربع مناطق رز عشان نعمل التتبع ده هو تخلصتها محطة ثلاث محطات وبنعملها بالتعاون مع نهاية العمليات في القاتل المسلاحة وبنعمل اختبارات حاليا دلوقتي في منطقة من منطقة الجيزة لحد بني سويب عشان نتأكد من دقة التتبع اللي احنا عمل طيب انا عايزة برضو بعد اذن حضرتك ارجع لنقطة حضرتك ذكرتها مبارح مهمة جدا برضو تدينا تفاصيل اكتر عنها موضوع الربط الالكتروني وفكر ارجع تاني بس مالش السكة الحديد والمزلقانات وتطوير اه تفضل لانه الربط الالكتروني عشان اوصل للمواصفات الاوروبية اللي برا دي يعني محتاجة كمان قوي عندي العنصر البشري اشتغل عليه واعمل فيه انفستمنت هيل هو ده اللي بيحصل فعلا حاليا دلوقتي احنا ماتلسا حدة ح recomendى ما قلنا احنا عندنا كلمة هاتف معان من مني كتير قوي اللي هي البنى الاسية والبنى الاسية اللي احنا فعلا لدينا البنى الاسية في الام impulse نتيجة احمالanych البضايع ان استكة حديد في كل العالم بتكسب من استكة من النقل البضايع لما احنا دعمنا الصلار والناس حولت من استكة حديد الى الاسفل اقوملت استكة حديد وميلة تطوير البنية أساسية إلا فيه مناطق فإحنا دعونا تحدي رهيب جدا اللي احنا نعلب البنية أساسية لازم نعلب الأمان لازم نعلب حاجة تانية والأهم من كده اللي هي مستوى الكمفورت الراحة طب الراحة إزاي حتيجي وإحنا عندنا نسبة الحجم أو الطلب على النقل السكة حديدة بزبط الصعيد يتجاوز استعاقصه بتاعة الخطوط فكان لازم نعمل نظام اسمه نظام الربط الإلكتروني اللي هو ده أعلى نظام سيفتي في العالم حاليا دلوقتي اسمه اس سيل فور أو سيفتي انتجريت ليبل أربعة السيفتي انتجريت ليبل ده بيحقق الأمان اللي احنا كنا يعني مستقدينه لفترة طويلة بس هو لسه مخلصة يعني احنا شغالين دلوقتي على قدم وصاقه زي ما بيقوله وكلها بقرود ميسرة جدا من من مؤسسات تمويل دولية زي البنك الدولي زي بنك الصدرات الكوري زي برضو الصندوق العرب والصندوق الكويتي احنا شغالين في حوالي 1200 كيلو حاليا دلوقتي أو 1100 الصعيد لوحده شغالين تقريبا بحوالي 7 مليار جنيه لتطوير او مش لتطوير بقى الاستحداث نظام الشرارات الفط الإلكتروني ده هيحقق أعلى أمان هيربط المزلقنات مع الاشارات كلها بالكامل بحيث ان المزلقنات تبقى كلها بوابات اكتوماتيكية مربوطة بالنظام الاشارات فانا هنا يا فندم بعدت بقى خالص القصة اللي بقى لنا سنين بنعاني منها انه عامل المزلقان او العامل الفرج المراقبة هو اللي واقف لو تشغل او واقف بره يشرب سجارة ممكن يعمل غلطة تعمل مشكلة في قطر انا كده بقى بعدت خالص عن المنظومة البالية دي ان شاء الله وهتجد حديثك الموضوع ده هو دلوقتي واضح ان شاء الله بإذن الله على نهاية السنة دي حتجدها في طريق قهرس كليرية زراعي وهتبتدي تظهر في الصعيد يا رب على نصف الفين والساعتاشر يا رب ان شاء الله ان شاء الله حديث بإذن الله قامنا على نصف الفين والساعتاشر هتشوفي تلك حديث أسرع على نصف الفين والساعتاشر والخدمة هتبقى أحسب بالكير عن حتى دلوقتي يعني انفضل ربنا هي تحسنت دلوقتي عن وقت القليم بتاع الحادثة اللي هو كان في شهر تمانية وشهر سبعة اللي فات احنا تحسننا لحد يعني نسبة حوالي خمسة وصعوب في المية والناس في الوقت حاسة بفرق رهيب في انتظام الحمد لله نوعا انتظام الوصول وانتظام القيام والوصول انما مش ده اللي احنا عايزينه احنا عايزين احسن من كده احنا بيبقى الخدمة احسن وحضرتك قلت الكلمة اللي للناس كلها الكمفرط لانه الكمفرط او الراحة دي اللي هي بما فيها طبعا السيفتي اند سيكيوريتي دي اهم حاجة ابقى متطمنة على حياتي يعني وبعدين ابقى متطمنة ان انا عاد على كرسي مريحني والسيرفز تمام هو ده الحدف ان شاء الله ان شاء الله بشكرك جزير الشكر معالي الوزير وزير النقل الدكتور هشام عرفات ده مجهود محترم جدا وانا سعيدة انه بنكلم وزير على الهوى بيدينا معاد مش مجرد انه هو بيقول وحنبقى نعمل وحنبقى نسوي لا يعني اعتقد انه يعني هأكد على اخر موعد ده سياتي الوزير وضحه وكان وضحه مبارح انه باذن الله تعالى باذن الله تعالى لو لينا عمر على منتصف 2019 ان شاء الله باذن الله سكة حديد ان شاء الله تكون امنة سكة حديد امنة مستوى مختلف تماما ومع نهاية 2018 ان شاء الله باذن الله كمان التحسن هنشوفه اكتر لكن ان شاء الله لو بنتكلم على امان في المنظومة عشان بعض الشر الحوادث والحاجات اللي بتزاعنا والقطرات اللي بتقل القطر يطلع برا القطر مش عارفة يدخل في ايه وعمل مراقبة ما كانش موجود وسواء سارح والكلام ده لا يعني مصر تستحق بقى منظومة متكملة احسن من كده بكتير نتمنى وان شاء الله نتفائل بالخير